قبل سنة انتابت عبدالقادر أعراض مثل ألم في الرأس وطنين في الأدن قبل أن يدرك أنها مؤشرات لمرض ارتفاع ضغط الدم لكنه يقول إنه محدود لكشفه المبكر الذي مكنه من تفادي خطورة مرض صامت لا يعلن عن نفسه مبكرا حوالي 34% من المغاربة يعانون من ارتفاع ضغط الدم وترتفع النسبة إلى النصف لدى كبار السن لكن المستفيدين من التشخيص والعلاج لا يتعدون الأربعة في المئة في المغرب ارتفاع الضغط الدموي يمكن أن يكون لديه عواقب جيد سلبيا إلى الأرقام الضغط مرتفعة ألوهية جلطة في الدماغ جلطة أو دبحاث درية اختناق في العروق القلب التي تؤدي إلى الجلطة فاشل في العدلة القلب فاشل في الكلي إلى آخره ومن أجل التوعية بسبول الوقاية وكيفية تجنب مسببات المراد كالوزن الزائد وقلة النشاط البدني والتدخين والإفراط في الملح دأبت وزارة الصحة المغربية على إطلاق حملات توعية تستهدف على الخصوص الفئات الأكثر عرضة لتبعات ارتفاع ضغط الدم كالمسنين والحوامل وزارة الصحة هي وعية بهذه المشكلة نظرا للعدد الكبير للإصابة بهذه المرادة وهي ترصد 51 مليون درهم للمراكز الصحية لأن المراكز الصحية هي العلاجات الأولية هي سياسة القرب ديالوزارة الصحة للمواطنين من أجل اقتناء آلات الإلكترونية لقياس الضغط وكذلك من أجل اقتناء الأدوية الخاصة به وحسب وزارة الصحة المغربية يمثل ارتفاع ضغط الدم العامل الرئيسي للإصابة بأمراض القلب والشرايين وهو المسبب لحوالي نصف الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية والشرايان التاجي في المغرب ارتفاع ضغط الدم أو التنسيون كما هو معروف عند المغاربة كثيرا ما يربطونه بضغوط الحياة وباتباع عادات غذائية خاطئة أو بأمراض السمنة مرض مزمن ويعد أحد أبرز أسباب الوفاة عالميا ويصيب تلت المغاربة وفق أرقام منظمات صحية فاطمة بغنبور الحرة الرباط